دعونا بقى نبتدي بقى كده أخبارنا المحلية ونشوف يعني الحكومة ولقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة نبتدي طبعا على المستوى الرئاسي لأنه كان فيه اجتماع مهم للرئيس مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني وسيادة اللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية وسيادة اللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وكمان مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ورئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة طبعا رتب من العيار التقيل وبنشوف كده على طول هنربط يعني هذه الإخصاصات وهذه المناصب بالشغل وبتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما تعلق بسينة سينة اللي فضل دايما كنا على مدار سين كتير أوي بنقول تنمية سينة تنمية سينة وعملين الجهاز القومي لتنمية سينة وقولك فيه ميزانية لتنمية سينة لكن على الأرض كانت سينة وأهلنا في سينة زي أهلنا في الصعيد برضو كانوا بعيدين وممكن سينة كانت أكتر كمان وبالتالي شفنا اللي حصل والفراغ اللي كان موجود والإرهاب اللي حصل كنا دايما بنقول إنه مقاومة الإرهاب بيتم مش بس بالسلاح لكن كمان بالتنمية إنك ما تسيبش الأرض فضية إنه يكون فيه مشروعات فيه بنا فيه تعمير فيبقى فيه فرص عمل وفيه شغل فما يدخلش أي حد بقى إنه هو يحاول يخرب عقول الشباب فتنمية سينة أصبحت واقع خلال الفترة الأخيرة من خلال بقى الشغل اللي شفنا ويعني من أول ما تقول كده تنمية إقليم قناة السويس والأنفاء اللي حصلت وإزاي إنه تربط برضو سينة بالوادي ويبقى فيه الحركة وتقلل الوقت والجهد ويبقى فيه العمران والحياة اللي احنا عايزين فالرئيس النهاردة قال لنشوف بقى الموقف التنفيذي اللي حصل بالنسبة للمشروعات اللي تم الاتفاق عليها مدى الارتزام بالجدول الزمني ده بالنسبة للسينة لكن كمان كانت العاصمة الإدارية الجديدة محل نقاش ومتابعة للأعمال الإنشائية والهندسية اللي بتتم فيها فالرئيس كان حريص إن هو يتابع طبيعة المشروعات والشغل اللي بيتم وصلنا لحد إيه فيهم نتابع اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانية واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية واللواء أركان حرب خالد مجاور مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع واللواء أركان حرب إيها بالفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة واللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات تنمية سيناء وكذلك العاصمة الإدارية الجديدة حيث اطلع السيد الرئيس على سير الأعمال الإنشائية والهندسية الجارية في هذا الإطار موجها سيادته بمواصلة جهود التنمية الشاملة في شبه جزيرة سيناء وفق مخطة الدولة الاستراتيجي الهادف إلى تعزيز الرقعة العمرانية والمجتمعية المكتملة الجوانب والخدمات في سيناء وتوفير فرص العمل كما وجه السيد الرئيس بالالتزام بتطبيق أحدث المعايير الإنشائية والتكنولوجية في العاصمة الإدارية الجديدة وفق التخطيط الزمني المقدر وقد شهد الاجتماع استعراض جهود تهيئة مناخ التنمية في سيناء والارتقاء ببنيتها الأساسية بالإضافة إلى استعراض الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من المشروعات الجارية بالعاصمة الإدارية الجديدة خاصة ساحة الشعب ومنطقة الأعمال المركزية والنصب التذكاري والحي الحكومي